استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم وبحضور سموه للعهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه ورعاه الله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح براك الصبيح ووزير الأشغال العامة عبد الرحمن عبد الكريم مطوع ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لماك القابضة نهات أوزدامير والوكيل المحلي للمشروع والعضو المنتدب في مجموعة الخرافي السيد مرزوق ناصر الخرافي والسادة أعضاء الشركة حيث قدموا لسمو حفظه الله شرحا حول مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولية وقد أشاد سموه رعاه الله بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا المشروع الحيوي الهام والذي يساهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولية من خلال توفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات لحركة الركاب في المطار كما أشاد سموه حفظه الله بالعلاقات المميزة التي تربط بين دولة الكويت والجمهورية التركية والتي تشهد الكثير من التعاون في مختلف المجالات متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح موسيقى 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 أتمنى أن يكون الرئيس للتركي أن يكون الرئيس للتركي ويجب أن يكون الرئيس للتركي ويجب أن يكون الرئيس للتركي ويجب أن يكون الرئيس للتركي لتركي الناس المشروع المشروع بدأ مواشين الان حسب البرنامج طبعاً الفترة التعاقدية للمشروع ست سنوات نحن فيه اجتماعات متواصلة معهم قاعدنا فيه اكثر من الاجتماع لتقليص فترة الانجاز والآن مطروح أن تقليص فترة الانجاز إلى ثلاث سنوات ونص إلى أربع سنوات تقليلها بشياء معينة لازم نسهلها لهم في التنفيذ يعني في بعض التغييرات اللي يطلبونها يحتاجون فيها نوع من التغيير حتى نعطيهم مرونة أكثر في أن ينهون المشروع بسرعة أفضل طبعاً ناقشنا معهم هذه الأشياء وناوين نوفرها لهم إذا تعهدنا لهم في هذا الجانب طبعاً بالنسبة لهم وعدونا أن يقلصون فترة الانجاز إلى حوالي من ثلاث سنوات ونص إلى أربع سنوات طبعاً وعدناهم بهذا أنه فعلاً سنحقق لكم بشرط أنكم تقللون فترة الانجاز إلى أربع سنوات أو ثلاث سنوات ونص مثل ما هم وعدين بس المشروع بدأ أعمال الحفر بدت تقريباً شغالين حوالي 24 ساعة أعمال الحفر وقريباً سيبدون في أعمال الصب الأساسية للمشروع أعمال الحفر أعمال الحفر أعمال الحفر بمجرد أعمال الحفر لأن المطار كما تعلمت نحن بحاجة نحن بحاجة من الموضوع أعمال الحفر فكما تجعلنا طبيعاً مع المقرات المتحدة. أولاً لتعطي المنظمة والتعطي ومع تحقيق المنظمة والتعطي والتعطي المنظمة ومع أيضاً لدينا أيضاً من أجلناً لتعطي هذه المنظمة لكم مما تضر ما لا يؤمن المنظمة المنظمة لذلك نحن نعطيك بشكل جيد في تحديد وسيكون إن شاء الله في السنوات الماضية وأنتم أنه في بعض الأنوات الماضية سيشقل هذا المطار لأنه كما تعلم طويل عمر إن هذا المطار هو وايد كبير ويحتاج إلى عملية تشقيل ترد علينا بفايدة كإراد للدولة كلها قاعد يمشي كلها متوازي مع بعضها بحيث أن قبل لا ينتهي المطار عشان لا نجابح أن ننتهي المطار لكن الأجهزة والمشقلين قير موجودين قاعد نمشي مع بعض إنه يصيرون مع بعض إنه يكون المشقل الرئيسي عارفينه قبل لا ينتهي المطار ويصير هو مسلم تشقيل هذا المطار والمطارات الأخرى اللي هي المساند والمطار الحالي حتى إن شاء الله يصير نفس الثيم نقدر نرتقي بمستوى مطارنا كما الدول الأخرى إن شاء الله هذا اللي حاطينا في خططنا اليوم نزل إعلان في الصحف طلب تعيين مهندسين الكويتين الشركة أعلنت إعلان في الصحف لطلب تعيين مهندسين الكويتين خريجين في مشروع المطار لأن حقيقة المطار ضخم وحيوي ومشروع مهم إنه كذلك تعيين في خريجين الكويتين حتى يأخذوا الخبرة من الشركات العالمية وكذلك عندهم برنامج اجتماعي راح يركزون على تأهيل المهندسات الكويتيات للعمل في مشاريع الكبيرة وممكن ما يعمل المشروع في مطار الكويت ممكن يودونه في كل مشاريعهم في العالم ومتبنية المشروع هي بنت الرئيس الشركة نحن متفجأون من جميعاً جداً لأنجم نشأن وحبتهم كوبيتين دي ميلي دولايسي لا الله بدا böyle bir kötü günler göstermesin and you know that we hopefully God will never show us bad days to neither the Turkish people or to the Kuwaiti people coordination spice. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyle çok ilgili. Our president is very much interested in this project as well. Her beni gördüğünde proje nasıl gidiyor diye soruyor. Each time he so sees me he asked about this project how the progress is. Dolayısıyla biz inşallah temel atma töreninde açılış töreninde iki Cumhurbaşkanımız emirimizle ve Cumhurbaşkanımızın beraber hayırlı uğurlu ellerle temel atmasını çok istiyoruz. And we really would like to see both leaders of both countries to do the groundbreaking together and bless this project from the groundbreaking. Biz biz Kuwait'e yalnız bu proje yapmak için gelmedik. We are here in Kuwait not only to perform this project only but buraya yatırım için geldik. We are here to do more investments. İlk defa Kediba'ya geldik üye olduk. And we got the license from Kediba for this reason. Ve bütün çalışmalarımız, organizasyonlarımız buna göre planlıyoruz. We are organized to perform this way. More projects here in this country. Her zaman söylediğim gibi bir daha söylüyorum ki biz bu havalimanını yaparken ilk defa Kuwait'ten malzemelerin bulabildiği bütün malzemelerin Kuwait'ten. bulabildiğimiz bütün taşeronları da Kuwaitlilerden bulmaya çalışıyoruz. And we will also select all the subcontractors from Kuwait. We have already started excavation. Bir Kuwaitli firma günde 24 saat çalışıyor. And the Kuwaiti company is working 24 hours every day. Çevre çitini yine bir kuvvetli firmaya verdik. We are doing the wiring around to a Kuwaiti company already. Çalışan güç olarak da önce kuvvetli tercih ediyoruz. And we also select all Kuwaiti nationals to work in the airport project. And today we give ads to the newspapers to select Kuwaiti engineers. Young engineers. Hedefimiz burada yetiştireceğimiz elemanları dünyanın her tarafında iş yapıyoruz. Oralara götürmektir. We work in 18 countries now. And we would like to train the Kuwaiti people engineers in this airport. So that they can realize their own projects here in Kuwait. Also outside Kuwait. We would like to take them around the world as engineers. En büyük hedefimiz de 6 yıl bize çok uzun bir zaman geliyor. And our biggest goal is 6 years is a long time. Bunu 3,5-4 yıla mutlaka indirmemiz gerektiğine inanıyoruz. We have to bring down to less than 4 years. Sayın Bakanlarımız her türlü yardımı yapıyorlar. The ministers is very helpful to us. Mr. Minister, Mrs. Minister. And we would like to be thankful to them. We would like to be thankful to them. Aynen Türkiye'deki gibi kuvvetli insanların da en büyük hayali bir an önce burada bir havalimanına ulaşmak onu da görüyoruz. And we see that all the Kuwaiti people's biggest dream is to reach the best airport in the world. Eğitime çok önem vereceğiz. We will be really giving a lot of importance to education and training. Türkiye'nin en üniversitesi Boğaziçi ile Kuwait Üniversitesi'ni bir araya getirdik. We put together two universities. A university from Turkey, which is the best university. Boğaziçi University and Kuwait University. Bu arada eğitimle çok insan yetiştireceğiz. We will train new engineers. Bayan mühendislere önem vereceğiz. Women engineers especially. Benim rahmetli eşim de mühendisti. My mother was also an engineer, her wife, his wife. Çocuklarım da mühendis, kızım da. I am an engineer as well. Dolayısıyla kızlara, kız bayan mühendislere çok önem veriyoruz. We will give a lot of importance to women engineers. Teşvik edeceğiz inşallah. We will promote this year, hopefully, with your permission. Tekrar teşekkür edin. We'd like to thank you for giving us this opportunity to realize this project. Thank you for congratulating Kuwait and congratulating me for the anniversary of the independent of Kuwait and the liberation of Kuwait. I have heard all what you have said, the talk which you have presented from you, Mr. Director. I have also heard it from my brothers, the ministers. I have heard it from my brothers. They are also interested in previous Christians. I will continue to bring on the members. Concerning, I mean training the engineers and the architects, the Kuwaiti ones. I hope that they could reach the level. And could gain also experience to further projects rather than the airport only. لذلك نريد أن نعيد جميعاً والمحاول في تحاولك في تحاولك نتمنى أن نرى المطار بحقًا المطار هناك موسيقى موسيقى أن الكويتين يدورون المحاربات. شكرا. 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 من الوقت العثماني، هذا مثل الوقت العثماني. هذا الخوذة المحارب. الخوذة المحارب. لكن تطوير الخوذة. مو بشكل قديم. طورنا من العهد العثماني.